اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خصص ريحها لأخواننا السورية أول شيء مشكورا على الاستضافة وعلى تغضياتكم المتميزة دائما لكل الفعاليات التي يصور في الدولة عامة وفعاليات قطع الخيرية خاصة بالنسبة لفعاليات السوق الخيري طبعا هذا السوق مركز قطع الخضراء قيمة تقريبا من 2009 وبالنسبة لنا قطع الخيرية هذه السنة الثانية اللي احنا نشترك معهم ونتشارف صراحة في الاشتراك معهم في هالسوق الخيري طبعا السوق مخصص لأرض المنتجات الوطنية من المواد الغذائية والحيوانية وانا اذا صحيت التسمية انا اسميه يعني سوق الخير من أرض الخير وريع هذا السوق يوصل بشتى أنواع الخير لأطفال سوريا طيب كان مدة تقريبا أربع تيام صحيح؟ ثلاثة ايام ثلاثة ايام؟ ثلاثة ايام هل تشوفون أن هذه الثلاثة ايام كافية؟ الأقبال الجماهري يعني متميز وطيب لكن كافية ان شاء الله أن المركز قد أخذ روزارة البيئة في السنوات الجاي بدنا الله تعالى نمدد الفترة هذه لأننا اعتقد أنها قليلة في حق السوق وفي حق أن تتروج حق منتجات وطنية والجميل أيضا أن نفس ما ذكرت أن هذه المنتجات هي منتجات وطنية من تجار اكترييين هم اللي يمكن ساهموا في صنع هذه المنتجات إن كانت زرعية أو حتى حيوانية ونتم بكرامة لو تحدثنا عن الجديد في هذا السوق هالسنة والميزة عن العام الماضي طبعا أول شيء السوق يعني هي السنة من ضمن فعاليات يوم البيئة الاكتري وأيضا شمل أن ريع السوق الخيري في بيع المنتجات كلها يذهب لصالح أطفال سوريا ضمن مبادرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بالإضافة أيضا قبال الشركات كان كبير السنة وتنوع المنتجات وأيضا السنة تم إشراك الأسر المنتجة في مشروع أدمها في السوق الخيري هذه كلها أنا أعتقد أنها عوامل إضافية السنة أتمنى هنا أني حازت على رضا الجمهور ليس موضوعا لكن أريد أن أتكلم عن أريد أن أسألك أدمها أدمها طبعا هو مشروع خاص بقاطة الخيرية لتنمية الأسرة المنتجة بكل الحرف تقريبا حاليا بدأنا فيه من سنتين في الوجبات الشعبية وأبشركم عن الوجبات الشعبية وصلت الملاعب في مباراة كرة القدم في دوري وإلى عهد كاسم والأمير ومن ضمن الخطة إن شاء الله أننا نسعى لانتشارها سواء في الحدائق العامة أو المجمعات نقدمها حق الأسرة المنتجة الإكترية في المنزل يعتبر المشروع كنافذة تدر عليهم بالدخل ونعرض فيها منتجاتهم المحلية تخذونها منهم وتبيعونها نبيعها نيابة عنهم لكن بطريقة تجارية وتظاهر المطاعم العالمية جميل شيء يحسب لكم لجمعات خطة الخيرية أنها تروح للأسرة المنتجة إلى بيتها هذا هدفنا خاصة نحن نتكلم عن مشاريع تنموية المشاريع التنموية هل التي ستدر دخلها ستستمر أيضا ودائما بحكمة أدامها وهي طبعا في النهاية أنت هدفك التنمية المستدامة فيها تنمية المستدامة التي ذكرتها موجودة في رأيه قطة الوطنية في 2030 وكلنا نساهم في تطبيقها إن كان في جمعية خطة الخيرية أو حتى في أي وزارة من وزارات الدولة يمكن في هذه السنة شارك عشرين مؤسسة مختلفة بين مجالات لنفس مقلة الزراعي وأيضا الغذائع حدثنا عن هذا الأمر هذه من الامتيازات التي صار فيها سوق الخير إنها تقريبا أكثر من 26 شاركة متنوعة يمكن السنوات اللي مر فيها السوق الزراعي حفز هذه الشركات وشجعها على المشاركة وعرض المنتجات الخاصة فيها وهذا أثراء السوق لهذا العام ولو ما كان السوق ناجح وفيه قبال جماهيري كان ما تحفزه الجماعة وزاد عدد المشاركين لها السنة وانعكس أثراء على حتى الأسر منتجة لشاركات يعني يتحمس أو تعرفوا على المستثمرين في الشركات هذه وصار فيها نوع من عرض المنتجات والتواصل بين الشركات هذه والمستهلكين أو حتى الأسر المنتجة فيها الريع إن شاء الله سيكون إذن كله لأطفال سوريا لأطفال سوريا نعم إذا تسمح لي بسألك السؤال كم حققتوا من متردد في تسميتها من مساهمة من هذا المسر لذهاب إلى سوريا والله بما أنه اليوم انتهى السوق فالهدلان صراحة ما عند الرقم في الإرادات لكن طبعا قطار خير وهلا خير وإن شاء الله أنه طبعا أكيد الرأي بيكون بإذن الله تعالى مرتفعيا إن شاء الله لو تحدثنا عن المشاريع القادمة في جمعية التقاط الخيرية ما هي أهم المشاريع المقبلة وخاصة لو تحدثنا عن المشاريع الداخلية التنموية التي ستستمر لها القطر وأيضا المحتاجين عندنا في قطر طبعا ما أخفى عليكم قطر خيري كمنظمة مجتمع مدني طبعا هي تطبق الاستراتيجية الخاصة فيها سواء في التنمية المحلية أو التنمية الدولية من خلال برامجها دائما أي برامج يمس سواء تنمية ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية نحن على مستوى الداخل الآن عندنا تطوير للمراكز تنمية المجتمع إن شاء الله في القريب الأرض يعني بتشوفونها بحلة جديدة هذه أي مراكز اللي نتكلم عنها؟ نحن عندنا تغريبا ثمان مراكز الآن ما يخفى عليكم الجيل اللي نحن قاعدين نستهدفه الآن سواء حتى الأصغار أو على كبار محتاجين تنوع في البرامج إضافات جديدة نخرج من النمطية اللي تعودوا فيها يمكن أن اليوم تكلمت ومشكرين على موضوع الخدمة الوطنية هذا جزء أيضا من التنمية إن كل سنة أنت قاعد تضيف أشياء جديدة غير البرامج اللي أنا ما بيحرق لكن بإذن الله تعالى أن تلكم التغضية المتميزة دائما في إطلاقة البرامج اللي تطلقها قاطر الخيرية إن شاء الله أنا بس إذا تسمح لي ودي أرجع مرة ثانية على موضوع الريع لصالح أطفال سوريا كيف رح يتم إيصال مثل المساعدات هذه ومن هي الجهات اللي تتعاون معها في سبيل إيصالها وين في أي بقرة بالضبط هل في داخل السوري أم في مخيمات الأردن ولا لبنان وين بالضبط كيف رح يتم إيصالها طبعا لله الحمد قطر الخيرية وباقي الجمعيات الإكترية كانوا من أوائل المتواجدين في هذه الأزمة اللي نسأل الله تعالى أنها تنتهي والأطفال دائما هم المتضررين من مثل هذه المآسي يعني هو بطبيعة الحال ينحرم ينحرم من حقه في التعليم ينحرم حتى من والدين إذا توفوا أو استشهدوا يعني إحنا من خلال قطر الخيرية سواء في داخل سوريا أو من خلال المخيمات اللي تواجدت سواء في لبنان أو تركيا أو الأردن نركز على هذه الجوانب جوانب أن نحن توفير يعني خلنا نقول الحد الأدنى من الرعاية الصحية قدر المستطاع مواصلة تعليمهم هذا شيء ضروري لأن في النهاية هذا هو الجيل اللي بيبني سوريا بيبني الأوطان يعني صحيح أيضا نحاول في جانب اللي هو التغذية الاجتماعية نحن نحاول نحاول رجع البسمة لوجوه هذه الأطفال من بعض الأنشطة والبعض الأنشطة الاجتماعية الأنشطة الاجتماعية لو تحدثنا عن بعض الأمثلة لو تحدثنا عنها بعض الأنشطة اللي تخدمون فيها الفعاليات اللي تخدمونها بقاطر الخيري وإيضا المراكز اللي نظمت إن كانت تعليمية جميع المخيمات اللي تشرف عليها قاطر الخيري أو مع شركاءها سواء اللي في داخل هذه الدول أو الدوليين في برامج ترفيهية في برامج تعليمية تثقيفية بحيث أن نحن قدر المستطاع نحاول تحقيق التوازن النفسي لهذا الطفل الإلعاب المهرجانات الخفيفة لقدر المستطاع ثم نحاول نطلع من هذه المأساة من خلال مثل هذه البرامج أبو الصالح أنا ودي تبقى معنا سنستعرض معك تقرير عن توقيع مؤسسة ياد الخير نحو آسيا روتا وجمعية قطر الخيرية تفقية شراكة لتنمية وتحديث القطاع التعليمي في الضفة الغربية من خلال تطوير المرافق والوسائل التعليمية وبناء القدرات للمدرسين والطلاب أيضا خلونا مشاهدين كرام نشوف تفاصيلها أيضا ويانا أحد ممثلين جمعية قطر الخيرية نستعرض وياكم التفاصيل في هذا التقرير اليوم نحن فخورين كما سستعد الخير نحو آسيا في وجودنا لتوقيع اتفاقيات الشراكة بيننا وبين أخواننا في قطر الخيرية في مشروع إن شاء الله رح يكون في الضفة الغربية هذه بداية شراكة بيننا وبين الأخوان في قطر الخيرية وهي من المنظمات التي نفتخر بشراكتنا معهم قطر الخيرية من المنظمات التي دورها في العمل الإنساني سواء كم محليا أو في خارج قطر من الأدوار التي تفتخر فيها قطر والشعب الإكتري نحن كمؤسسة عدل الخير نحو آسيا ومؤسسة مختصة في التعليم دورنا مبني دائما على الشراكات والمؤسسات المنفذة أخوان في قطر الخيرية لهم من البرامج والمكاتب الموجودة في الضفة الغربية اللي إن شاء الله راح تأهلهم إنهم يقومون بهذا البرنامج إن شاء الله تكون هاي بداية شراكات أكبر في المستقبل معنا حقيقة نحن اليوم سعدين جدا ننوقع الاتفاقية هذه مع الأخوان في روتا يعني هذه الاتفاقية حقيقة موجهة الأخوان في فلسطين في الضفة الخربية في مجال التعليم يعني المجال التعليم معرف عنه من أهم مجالات التي نتعمل بها في قطر خيرية والتعليم لأي مجتمع يعتبر نقطة رئيسية في التتميم المصدامة الاتفاقية هذه بتكون بالمشاركة بيننا بين الأخوان في روتا بتكرفة مليون ستمثل ثلاث دولار هي موجهة لتحسين التعليم في الضفة الغربية في فلسطين تابعنا معاك مشاهدين الكرام هذه الشراكة لأقامتها قطر خيرية ومؤسسة أياد الخير نحن آسيا روتا التي تقوم على بناء عدد من المراكز التعليمية في الضفة الغربية في فلسطين الشقيقة يمكن بصالح تابعنا معك هذا التقرير وهذا يمكن جزء من الكلام التي ذكرت في حديثك تكلمت عن التنمية المستدامة أيضا هذا أتوقع النوع التنمية المستدامة وأيضا الشراكة بين الجهات بالضغط بربيع مثل ما تفضل طبعا هذه نموذج التنمية المستدامة وأيضا هذا لتفعيل الشراكات ما بين منظمات المجتمع المدني الإكترية في تشارك في اجتماعات مثل هذه تنتج من خلالها مثل هذه المبادرات وأيضا مثل هذه المشاريع طبعا التعليم هذه تنمية مهمة ومفترة وفقا الخيرية تحطها من أولوياتها في العمل التنموي سواء الداخلي أو الخارجي جميل الشراكة يعني شراكة قطر خيرية مع مؤسسات المجتمع المدني كيف تنظرون إلى هذا النوع من الشراكات هذه الشراكات مهمة أن نكمل بعض يعني إذا تواجدنا في مكان باقي الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني مثل ما تقول هي تفوض قطر خيرية في هذا المكان والعكس أيضا صحيفة في النهاية هي ثقة متبادلة علاقة اشتراكية مستمرة كمين في مجالات سواء التعليم أو غيرها من البرامج ومثل هذه النماذج أنا أوصل حتى رسالة للمشاهدين أن هناك تعاون بين الجمعيات الخيرية في تنسيق مسبق سواء في التنمية المحلية أو حتى في التنمية الدولية في مختلف البرامج التنافس على الطاعة التنافس على الطاعة وفي الخير في التنافس المتنافس الله يوفقكم جميعا وياكم إن شاء الله أخي أحمد صالح العلي مدير إدارة شؤون البرامج والمشاريع بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية في جمعية قطر الخيرية شكرا جزيلا لك على حضورك معنا شكرا لك نتمنى أن المركز قطر خضراء وحتى المعارض هذه تكون على فترة أطور شير واحد يمدي يمدي يمير البيت مرتين إن شاء الله بدنا لك شكرا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام فاصل قصير ونرجع كمال بعده ترحب شكرا جزيلا